اشتركوا في القناة بلا عدد يا سيد محمد فوزي وجزاكم الله خيرا من تكون الزاوية الكبكبية كي نجيب على هذا السؤال شدينا الرحال إلى ضواحي مدينة العروي تحديدا بالقرب من جبل كبكب داخل هذه الزاوية كي يشمع مريد الطريقة الكبكبية حول الشيخ أبو عبد الله محمد فوزي الكبكري أحد مشايخ الطرق الصوفية بالمغرب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله 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 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فكل ما قيل في الطريقة هو نحن نعتبره رسائل من الله سبحانه عز وجل ما دام رب سبحانه وتعالى ظهر بهذا المظهر الكوني العجيب فكل ما سمعناه وكل ما رأيناه نعتبرها هي رسالة من الباري لنا فنتمنى من الله أن تكون في حقنا مغفرة لذنوبنا المتراكمة والمتعددة وأن تكون لنا فتحا ومبينا يوم القيامة قلنا الأصل دي الكركرية ولماذا سميت الكركرية لأن سيد محمد بن قدور الكركري الوكيلي نزيل جبل كركر هو يبعد من هذه المنطقة حوالي 30 أو 35 كيلو متر لازالت زاويته قائمة وذارحه قائمون وكان قطبا كبيرا يأتيه المريدون من كل أنحاء العالم احتجأه مريد من الجزائر هو سيد محمد البوزيدي وتربى على يده وخدمه في زاويته بجبل كركر 40 سنة وبعد وفاة الشيخ الكبير سيد محمد بن قدور انتقل الشيخ سيد محمد البوزيدي إلى الجزائر وهناك ربى الشيخ سيد محمد العلوي الطريقة الصوفية الكركرية ومن خلال اللباس الغريب والموتير الجدل والأتواب المرقعة والمزخرفة بالألوان وبعد الممارسات لخلفة حالة من الدهول وطبحت عدة تساؤلات داخل المغرب وخارجه مريد الطريقة الكركرية عندهم عدة مبربات وتقصيلات لكل هذه التقوص الغريبة عن المشمع والخارج عن المألوف هذه الدربالة عكس اللي تحدث علىها هو المرقعة فالدربالة هي مجموعة من الأقمشة وتتخيط باليد يعني ليست مكلفة وهذه الدربالة كما قال هي تتكون من 12 لون وهذه الـ 12 هي عدد أحرف لا إله إلا الله محمد رسول الله وهذه الدربالة أو المرقعة هي وسيلة من وسائل التربية لأن أنت مثل تخرج في الشارع يعني النفس ديالك تقول لك يعني الناس تضحك عليك الناس تصورك الناس كذا الناس تبدأ تحكي معك فأنت في هذه الطريقة تحاول تربية النفس تغلب على النفس ديالك ثم إن الطريقة الكركرية لا تختلف عن جميع الطرق من صدر الإسلام ومن أول الإسلام فأصول الطريقة كل الطرق الأصول واحدة إلا أن لكل شيخ اجتهاده الخاص وطريقته الخاصة في تسير زمان هذه الطريقة ومن أصول هذه الطريقة المباركة البيعة والخرقة فالبيعة لما يسمع الإنسان البيعة الإنسان العادي ذهب عقله إلى السلطان هذه بيعة السلطان هذه جميع دول العالم كل دولة دولة إلا وتبايع سلطانها أو رئيسها أو ولية ونحن والحمد لله الطريقة الكركرية تبايع السلطان جلالة الملك محمد السادس نصره الله علاقة خاصة وعندها قدسية كتربط الشيخ محمد فوزي الكركبي بالمريدين دياله صراع كبير بين العامة والخاصة حول حقيقة البركات التي يصف بها الشيخ ديال الزاوية في حين أن هناك عدة تعليقات على مواقع التواصل للشماعي وبعض وسائل الإعلام لكتهم الشيخ بالسحر لتأتيب على الناس أو من يقول بأن هذه الطريقة طريقة سحر وقمنا بسحر عقله أو شيء من هذا القبيل فإن كان السحر يأتي عن بعد إلى هذه الصفة فصار السحر أقوى من الدين لأن الإنسان يأخذ في طريقتنا البيعة عبر الهاتف ويكون في قارة أخرى ورغم ذلك يصله أمر الباري سبحانه عز وجل ويصوره نور الله سبحانه عز وجل فرب سبحانه وتعالى يقول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فنتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا بهذا النور وأن يبعدنا عن ظلمات الأغيار وعن ظلمات الهوى والنفس وأن يجعلنا شعبا متماسك مغربيا دائما تحت لواء سيدنا نصره الله وحفظه في صفره وحضره إذن هذه هي الزاوية الكبكبية اللي شعلت الصفاء العام خلال الفترة الأخيرة واللي أكثر من نصف قرن وهي كالزاو الأنشطة الصوفية ديالها أتباع يقدر عددهم بالألاف من تشرين في كل بقاع العالم وهذه الطريقة الصوفية مغربية الأصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر